كلام مهم جدا واسمعناه من حد برضو ليه رؤية كابتل وليد دايما ليه رؤية مختلفة عايز اقول لحضراتكم وجهة نظري مباراة فيوتشر واحدة من المباريات الجيدة اللي عملها النادي الاهلي بشكل جيد هتطلع تقول لي اصل انت بتدافع عن اللعيبة انا ما بدافعش اولا اللعيبة دي اولا حتى لو بدافع عن اللعيبة اللعيبة دي تستحق ان انا دافع عنهم ليه؟ لاننا عاملين كل حاجة اسعدونا جدا جدا خلال الفترة الاخيرة لانه خلي بقى لحضراتكم فيه ناس بتحاول تاخدنا على السوشال ميديا على السوشال ميديا وهنا انا لا اتكلم عن جمهور الاهلي جمهور الاهلي من حقه انه هو ينتقد او ينقد ما يرى من الفرق او يقول انه هو عايزه جمهور الاهلي عمري ما اطلع اقول على حد بينتقد اداء النادي الاهلي انه هو كتائب عمرها ما هتحصل دي عمرها ما هتحصل لان انا متأكد وكلنا عارفين الاهلوية بيحبوا حاجة معينة بيحبوا الانتصارات بيحبوا المكسب بيحبوا ان انت تبقى فائز دائما بيحبوا النادي الاهلي مش انت النادي الاهلي يبقى فائز دائما بغض نظر عن اي حاجة تانية فعمري ما هطلع اقول هذا الكلام من حق جمهور النادي الاهلي انه هو يقول له هو عايزه وينتقد ولكن خلينا لان هناك بعض من لاي يشجع الاهلي اللي بيحاول دائما يزوءك في اتجاه ايه ان انت تهاجم فريقك تهاجم بعض اللاعبين من حقك انقد على فكرة انا لما بقعد مع اللاعبة اللي قابلي او اللاعبة اللي بتلعب دلوقتي يعني بقول لهم هو مين اللي طلعك فوق جمهور صح ولا مس صح مين اللي بينده باسمك الجمهور فمن حق ان هو ينقضك وينتقد ادائك طالما ادائك النهاردة اسلام ما كانش كويس اسلام عنده احسن من كده بكتير طبيعي جدا ولكن انا بتكلم بشكل عام لا انت عملت مبارا جيد في فيوتشر انت عملت مبارا جيد انا بالنسبالي مباراة فيوتشر افضل من مباراة البنك الاهلي من الناحة الفنية جوه الملعب يعني التاكتك الناس وقفة ازاي في حاجات ممكن نبقى احنا بنبص لها شوي فالناس وقفة ازاي الناس بتتحرك ازاي اللي يقل بدنية هل اللاعبة تقيلة وتعبانة لا خالص الحمد لله وشكر لله معظم اللاعبة تحس ان هم وقفين على رجلهم بشكل جيد الحمد لله ده مهم جدا هناك البعض بيحاول يدفعك الى ان يدخلك في حالة بلبلة ولكن من مباراة للنهاردة عدت ابوث اشوف لان هم معروفين مين اللي بيعمل كده ومعروفين ايه هم مع السوشال ميديا ولما تبقى تفضل وراء الموضوع تعرف ان هم ما بيشجعوش الاهلي خالص خالص ولكن لما لقيت الموضوع لقيت جمهور النادي الاهلي بيرد عليهم ازاي بيرد عليهم بيقول لهم احنا بننتقد اداء لعبتنا او كل حاجة ولكن احنا يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله نقدر نفوز بالدوري السانيدي ربنا يكرمنا الدوري لسه وده دايما اللي انا كنت بقوله لحضراتكم محافظة لقوله الدوري لم ينتهي كل واحد يقول رأيه ما عنديش مشكلة ولكن الدوري لم ينتهي الدوري صعب خصوصا ان انت بتلعب كل يومين ثلاثة مباراة وبالتالي ده بيؤثر عليك من الناحية البدنية اهم تزبط الراجل دايما بيحاول ان هو من الناحية البدنية ان هو يخليك دايماً وقف على رجلك وروتيشن دائم رتيشن دائم لكن الناحية الزهنية ناحية الزهنية صعبة ناحية الزهنية صعبة فلازم نقف ورع فريقنا لازم نفضل معاهم زي ما جمهور الهيد الاهلي على سوشال ميديا بقالك من ابارى حاول البعض حاول البعض من لا يشجع الهيد الهي ان هو يخد للفرقة في سكة البلبلة والفرقة وإحشاء والفرقة مش عالي لا لا خالص مين قال كتر جمهور الأهلي من حقه ينتقده يقول اللي هو عايزه ده على دماغنا جمهور الأهلي براحته انه هو أضرب فريقه وعارف فريقه ايه ولكن في ساعة زمن او في ساعتين كلوهم يعني على سوشال ميديا تاكلوا لهم بعدما يلاقي يشجع الأهلي لهم وحشين ايه مين اللي وحش وحش فين اداء جيد عندنا زي ما كابتن وليد قال قيمة الفرصة المتاحة بالنسبة لنا كم فرصة مبارح خمس ست فرص لو واحدة دخلت كسبنا وخلص الموضوع خلص سيبك من الجوانر افسايد والبلينات اللي لينا والكلام ده كله سيبك من كل ده طلع الكلام ده برا اي واحدة من الفرص الحقيقية لو كانت دخلت كناك سيبنا وبعدين انت بتلاعي فريق عنده مدير فني جيد دماغه كويسة عنده مجموعة لعيبة جيدة جدا فبالتالي اتعدلنا عندنا اخطاء في قيمة الفرصة كيف يمكن ان احنا نقدر نجيب الكرة جون هو ده المهم دلوقتي في مثل هذا التوقيت ولكن وكهرابا ده موجب جوان كتير ابل كده هو بيرسي تاو ده جاب جوان كتير ابل كده سواقفة ابطال افريقيا وفي حاجات اصعب من كده بكتير جد هي مبارح كانتش يعني مش موفقية التوفيق مش حليف النادي الاهلي في مبارات مبارح وخلينا برضو نتفق ان فيوتشار واحد من الفرق الجيادة في الدوري فريق منظم عنده عناصر خبرة موجودين وشباب اعتقد السنة اللي فاتت نجح ان هو يتوج بكأس الرابطة للموسم اللي فات وثالث الدوري السنة دي والشارع على نادي كبير زي نادي الزمالك على نادي كبير زي نادي الإسماعيلي على نادي كبير زي نادي المصري شارع كمان في البطولة الكنفدرالية بيقدم مستوى طيب في اول او قدم مستوى طيب في اول مشاركة افريقية ليه فانا بشوء انا شخصيا ما عرفش كل واحد من حضراتكم من حق وجمهور الاهلي يعني من حق يعمل اللي هو عايزه وقول له هو عايزه وانتقد كيفه ما شاء ولكن الاداء لم يكن سيء في ظل تلاحم المبارات اللي بيأخذها النادي الاهلي في هذه الفترة وفي ظل الغيابات وفي ظل الروتيشن اللي هو يجب على كولر ان هو يعمله كمان حاجة تانية عجبني جدا هدوء الجماهير وثقتهم في اللعيبة بتاعتهم ماهودة اللي انا شفتهم من انبارح للنهاردة سواقف التليفونات الناس هادية جدا جمهور الاهلي هادي جدا وعارف ان في بعض من اللي يشجع الاهلي متسوسين في وسطهم لكن عارفين كواس جدا ان هم انتم مش اهلوية معروفين يعني لانه الحمد لله والشكر اللي عندنا فريق جيد قادر على التتويج ان شاء الله بالبطولة الافريقية البطولة الدوري في هذا الموسم على فكرة كمان كولر قال نقطة مهمة جدا اللي هي اضاعة الوقت وبعدين هنفضل نضيع وقت لغاية امتى على فكرة في اربع قوانين بيتم منقشتها دلوقتي اعتقد تم الموافقة عليها ولكن لسه لم هتلعب مبدئيا اعتقد في الدوري الايطالي والدوري الاسباني لسه اربع قوانين جديدة منها ان الكرة لما بتبقى برة او لو حد واقع بيتم ايقاف الوقت زي الهندبول كده او زي السلة دي اول حاجة تاني حاجة قال ان الذهن اللي عبت النادي الاهلي لم يكن صافيا لانه طبعا كل يومين ثلاثة مباراة موضوع صعب ولكن خلاص كلها ان شاء الله اسبوع عشر ايام ونبتدي نفكر في اللي بعد كده لانه في النهاية هو التوفيق وجهة نظري انه هو التوفيق عموما مباراة فيوتشر صفحة وتقفلت عنا على المباراة اللي جاية ان شاء الله هم الاربع القادم امام الاسماعيلي احد اهم اقطاب الكرة المصرية